وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سائل كريم من السودان يسأل ويقول بالنسبة لهدي التمتع متى ينتهي وقت ذبحه بأيام التشريق أو بنهاية شهر ذرحجة الذي عليه أهل العلم أيها الكرام الفضلاء أن وقت الذبح لهدي التمتع أو القران في الحج يبدأ من بعد رمي جمرة العقبة من بعد رمي جمرة العقبة في يوم النحر وينتهي إلى مغرب ثالث أيام التشريق إلى مغرب الثالث عشر من ذي الحجة هذا الذي عليه جمهور أهل العلم قول عند الشافعية أيها الكرام الفضلاء وهو قول مرجوح في الحقيقة أنهم يرون أن هدي التمتع يصح بعد الإحرام بالحج وإن كان قبل يوم النحر وإن كان قبل يوم النحر